اضربوا العدد أربعين بالعدد سبعين العدد سبعون سيتكرر أربعين مرة يمكنكم كتابة العدد سبعين أربعين مرة ومن ثم القيام بالجمع ولكن الأمر سيتطلب الكثير من الحساب إحدى الطرق السهلة هي باستخدام عملية الضرب فقط هاولوا تفكيك هذه الأعداد العدد أربعون والعدد سبعون هللوهما للحصول على أعداد يسهل ضربها يعد الضرب في عشرة سهلا جدا لأن النمط معروف وهو إضافة صفر إذن يصبح العدد أربعون أربعة ضرب عشرة والعدد سبعون سبعة ضرب عشرة التعبيران أربعون ضرب سبعين وأربعة ضرب عشرة ضرب سبعة ضرب عشرة متساويان ومتعادلان لذلك ستكون الإجابة نفسها ولكن المعادلة التي هنا أسهل لوجود العشرات فيها لتسهل الحل على أنفسكم أعيد ترتيب هذه الأرقام الترتيب ليس مهما في عملية الضرب إذا كان لديكم خمسة ضرب اثنين مثلا فالإجابة ستكون نفسها لو كتبتم اثنين ضرب خمسة خمسة مكررة مرتين أو اثنان مكررة خمسة مرات ستكون الإجابة عشرة ضعوا الأعداد ذات المنزلة الواحدة أولا أربعة ضرب سبع ثم ضعوا الأرقام ذات المنزلتين وهي العشرات ضرب عشرة والأخرى ضرب عشرة اضربوا الآن بحسب الترتيب الجديد أربعة ضرب سبع يساوي ثمانية وعشرين ثمانية وعشرون ضرب عشرة ضرب عشرة أخرى عند ضرب عدد صحيح مثل ثمانية وعشرين بعشرة عليكم إضافة صفر في النهاية عوضا عن الصفر الموجود في الرقم عشرة أي أن ثمانية وعشرين ضرب عشرة يساوي ثمانية وعشرين عشرة أو مئتين وثمانين إذا ضربتم العدد بتلك العشرة الأخرى عليكم إضافة صفر آخر لذلك ثمانية وعشرون ضرب عشرة ضرب عشرة يساوي الفين وثمانمائة ما يعني أن هذا التعبير الذي بدأتم به أربعون ضرب سبعين يساوي الفين وثمانمائة أيضا أو الفاني اثنان وثماني مئات انظروا إلى المثال الآخر تسعون ضرب ثلاثين أول شيء عليكم فعله هو تفكيك هذه الأعداد ليصبح لديكم عشرات تسعة ضرب عشرة تمثل العدد تسعين وثلاثة ضرب عشرة تمثل العدد ثلاثين والآن أعيد ترتيب هذه الأرقام وضع الأرقام ذات المنزلة الواحدة أولا تسعة ضرب ثلاثة ضرب عشرة ضرب عشرة هذه تسعة وهذه ثلاثة أول عشرة وثاني عشرة الآن قوموا بالضرب تسعة ضرب ثلاثة يساوي سبعة وعشرين سبعة وعشرون ضرب عشرة يساوي سبعة وعشرين عشرة أو سبعة وعشرين مع صفر في النهاية ومئتان وسبعون ضرب عشرة يساوي مئتين وسبعين عشرة أو مئتين وسبعين مع صفر في النهاية إذن تسعون ضرب ثلاثين يساوي الفين وسبعمائة أي الفين اثنين وسبعة مئات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة